فقبل عشرة سنوات بدأت تجربتي مع الآيلز من الصفر وحققت الدرجة ثمانية بعدها بسنوات وبعدها ساعة مئات الألاف يحققوا هدافهم في الآيلز وفي هذا الفيديو حواريك النظام اللي يستخدموا في التدريب لأن المشكلة الأساسية عندنا مشكلة تشتت عندنا خمسين ألف حاجة نحس إنها مهمة لآيلز اختبار كبير فلاحظت إنه لا مو بس الكلمات ما هي مهمة أوه أوكي التطوير مهم بس التطوير لوحده ما يديريك النتاجة الضخمة طب أحد يقول لك أوكي فيه طرق مختصرة فيه تكنيكات لا لوحده إذا ركزت عليه حتشوف نتائج شوية بعدها ستوقف التطور ففيه شيء تاني فيه نموذج تاني ويسميه نظام الأعمدة الثلاثة أول خطوة حسن إنه لما نبدأ في التطوير ونعرف تقريبا إحنا فين مستوانا موقع 13 إنجلش يحدد لك مستوىك في أقل من 13 دقيقة حاجة خفيفة جدا وتديلك مكانك التقريبي الآن في الآيلز وفي المستوى عشان تعرف منها آه كي أنا علي أشتغل على هذا الجزئية فإذا كان مستوى قريب من المستوى المتوسط اللي هو A2 أو متوسط أو فوق المتوسط أو حتى كان متقدم أنصحك أنك على طول تهجم بالممارسة لا تنتظر أنك تجمع كلمات لا تفكر أنك أوكي أنا بدخل لسه أنا ما عندي أساسيات أنت أولادي مستوى كويس عندك الأساسيات فبقى على طول تهجم أنك تمارس 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 الممارسة لا فقط هي محادثةара الممارسة لأiqu önemksi أربعة مهارات فيsالغرى الإنجليزية استماع قراءة كتابة محادثة وبالتالي كيف سأتم ؟ ممارسة استماع Expressعم Nickel ممارسة قراءة ممارسة كتابة ممارسة ل rahmat وبالتالي في الاستماع عندك استماع لبرامة الصوتية أيها ستسمع لبرامة الصوتية مخصصة لمتعلمين اللغة ويكيريا تكون حاولة صعراً البنم وعند تقتربة لسان ليسانك حباح وبالنسبة للقراءة تحتاج أنك تمارس بقراءة روايات مخصصة لمستواك مثل هذه رواية أوكتفورد فلما أنا أقراها فهي تناسب مستوايا تديني فكرة تستخدم الخيال وهينا بيتطور مستواك بشكل مرة كبير وبالنسبة للكتابة تجي لعندك كتابة حرة إنك تحط لنفسك وقت تقول أنا أبغى أكتب عن أي موضوع أهم شيء إنه حرك يدي تتسير هذا الهدف تحب تلاقي الكلمات بدأ تيجي تعبيرك تطور ومستواك بيتطور بالممارسة هنا وفي المحادثة الهدف أنك تحرك لسانك قدام شخص قدام دورة قدام معهد قدام في مكان ما أو بمحادثة ذاتية اللي دام أنصح بيها أنه الهدف أنه في المحادثة أنك تحرك لسانك ما هو ممنوع أن تحرك لسانك أنت لوحدك أو أنت قاعد ترسل الفويس المسج ترسل نرسلها بالملايين في اليوم الواحد وبمئات الدقائق لكن ما نحب نرسل الفويس المسج أو ممنوع أن نرسل الفويس المسج باللغة الإنجليزية لنفسنا طب بخلاش محادثة مفتوحة وخيار قوي جداً نكتمارس فيها المحادثة فهذا الكلام كله نحب أنه ألخصه في روتين ساعة التطوير فأحتاج منك ساعة وحدة يومين تدين لك نتاج أقوى من المعاهد من خلال ساعة وحدة فقط وفكرتها أنه تدي نص ساعة للاستماع 20 دقيقة القراءة 5 دقائق للكتابة 5 دقائق للمحادثة بنفس الطريقة التي تكلمت عليه وفي فيديو كامل يشرح لك هذا الموضوع طبعاً بشكل مفصل بشكل أهملي أما إذا كان مستواك صفر تماماً تأسيسي أو حتى مبتدئ فهنا الطريقة إيوه هتكون شوية مختلفة تحتاج أنك تكون عندك أساسيات الفوكابلري وفي كتاب كاميرا تكلمت فيها عن أهم الخطر 150 كلمة فتحتاج أنك تكون عندك كلمات أساسية مو أي كلمات مو أي كلمة تطلع لك في الإنستغرام لايك ومدري إيش وأحفظها لا كلمات شائعة تناسب المستوى تأسيسي والمفتدئ وبالنسبة للقرامر تحتاج أنك تعرف أساسيات القرامر وليس كل القرامر يعني قواعد إذا أنا إلى يومك هذه ما أقدر أقول لك إيش هي وبعاني منها البرفكت لزمنة البرفكت والبرفكت كنتينيوس ولم أدري إيش كلها ما لها لزمة وتحتاج تركز على القواعد الأساسية الم is our verb to be الأزمنة البسيطة الأزمنة المستمرة والشيء الثالث هيكون ممارسة القراءة بالاستماع آه أوكي ففي البداية تحتاج أنك تدمج أكثر من مهارة تسمع تشوف ناس كيف ينطقوا الكلام بدل من نفصلها زي المستوى المتوسط في البداية تحتاج أنك تأخذ أشيء بسيط تناسب مستواك تقرأ وتسمع مع بعض لأن حبة حبة بتديلك الممارسة المدخلات اللي إن شاء الله تأهلك المستوى ترتفع وبعدها تقرأ تمارس بالطريقة الأولى اللي ذكرناها فالأخصها مرة ثانية في زاعة التأسيس ربع ساعة فوكابلري ربع ساعة جرامر ونص ساعة ممارسة القراءة بالاستماع اللي شيء يناسب أستواك نجد حين العمود الثاني عمود التكنيكات وما أدراك والتكنيكات الحرفين هي عبارة عن طرق كده سرية ما يعرفها إلا أهل الحي عشان توصل بيتك أسرع فكل الناس موقفين في الشارع الرئيسي اللي زحمة وقرف وحاجة طويلة جدا بس الناس اللي عارفين المكان كويس وميعرفون رفيت هنا يمين يسار على يمين هتوصلك عشرة دقائق بدري فالتكنيكات هي سلوب خاص لحل فقط أسئلة اختبار الآيلز وهذه ما تدفع في اختبار تاني وهي خاصة بالاختبار وما يعرف إلى الناس اللي أو ما يشارك إلى الناس اللي أولادي عندهم فكرة عميقة عن الاختبار وعن طريقة الاختبار اللي دائما تتكرر ففي قسم الاستماع عندك تكنيكة استغلال الوقت اللي فكرتها أنه لما تسمع مقطع الاختبار بيرل 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 بكلام وراء 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 بس يديلك وقت شوي يقول لك الآن وقت قراءة الأسئلة هذا الوقت إنك كيف تستغله أش خطواته بتخليك إنه لما يشتغل المقطع حتى لو أنت ما أنت فاهم كل شيء لسه يمديك تجاوب الأجوب الصح وتصيد الأجوبة بدل ما تفهم كل حاجة قاعدة تصير أما بالنسبة لقسم القراءة عندك تكنيكة حاد اللي باختصار حولتني من الصفر إلى الحمد لله درجة بيرل في الاختبار لأنه اختبار القراءة الوقت فيه ضيق والقطعة فيه معقدة طيب يا عبد الرحمن لازم نفهم في الوقت الضيق لا مستحيلة نوعا ما فهنا تكنيكة حاد تقول لك هي حاء ألف دال ثلاثة خطوات تقول لك حدد عنوان اقرأ سؤال دور الإجابة فهي بتتكلم على كيف أنك تكون خريطة ذهنية وتكون كده فكرة سريعة عن القطعة بدون ما تقراها كاملة بدل ما نحل بالطريقة عادي أنت تذكر أن عكس طريقة الحل بالكامل وهذه بتسرع لك نتاج تخليك تجاوب حتى لو أنت من تفهم القطعة بالكامل والإحتمالية ونسبة أنك يجيب أجيب وصح تزيد بشكل يعني خرافي أما بالنسبة للقسم اللي يخوف قسم الكتابة عندك تكنيكة تتقن فتتقن هذه أربع خطوات تاقاف نون تحليل تخطيط قالب نظر السريع فهدفها أنه أوه أنا عندي أربع صفحات فاضية في اختبار الآيلت ماذا أفعل يا عبد الرحمن؟ خلاص عندك سيستم أوه أوكي دعني أحل السؤال دقيقتين ممتاز دعني أخطيط السؤال خمس داعيك ممتاز دعني أستخدم القالب يلي وجهز الهيوج بدل ما تكتب أربع صفحات فاضية عندك كلام مكتوب وعندك فراغات زي قالب الكيكة أنت ما عليك تسوي الكيكة بيدك وترسمها الرسم اللي تبغاها والشكل اللي تبغاها عندك قالب هتعط فيه الكيكة والبيض وكل حاجة تطبخها على طول ويطلع لك بالضبط بنفس الطريقة اللي المختبر يبغاها أو أنت تبغتها كلها بنفس الطريقة تحط للأشياء الموجودة والأفكار والتخطيط حقك تروح ترميه في القالب يدي لك نتاج سريع جداً مقارن إذا بتحاول تسوي القالب بيدك تخيل مقدار التعب والسترس اللي ممكن يجيك والاختبار طبعاً الوقت يجيك فالقالب سهل لك واختصل لك حاجة مرة ضخمة وآخر خطوة يجي عندك النظر السريع أنك بعد ما تكون كتبت وفي الاختبار غالباً نغلط أغلاط كذا تافها جداً فلما تأخذ نظر سريع بتصحيحها وترتفع عليك النصف درجة فهو تتقن قسم كتابه أما بالنسبة للمحادثة عندك تكنيكة روم لما نجاوب ونيدي نتكلم نعلق المختبر يقول لك طيب، هل تحب أن تتعب لفوتبول؟ تقول له يس طب هو ما يبغي يس هذا ما هو اختبار، هذا ما هو انترفيو للوظيفة هذا اختبار لغة فهو يبغاك تفصل، يبغاك تتكلم فتكنيكة روم تقول رأيك حلو، قل له يس بعدها تحتاج توضح تقول لش يس لأنني أحب أشعر أنه مجرد جداً وهو شيء يجب أن يجبني صحيح ويستطيع أن أتعب مع أصدقائي ويستطيع أن نتعب في الخارج فالآن مخك قال أوه، وضح، أنت ما وضحت بعدها هل يمليك تدي المثال فجأة الإجابة التي صارت تفصلت والمختبر الآن عنده كمية أكبر وسمعك تتكلم إجابة أطول وهذا معنى لغتك أقوى بالتالي يدينك درجات أفضل وأقوى فهذه التكنيكات الأساسية في اختبار آيلز طبعاً تكلمت فيها بشكل مفصل في قناتي في البلايليست الموجودة تكلمت فيها وكتاب آيلز شرحتها بشكل طريقة تفاعلية في دورة المكثفة وورش العاملة اللي بناخدها إذا مهتمتك تأخذ التفاصيل وتنضمني قائمة الانتظار آخر عمود هو عمود التدرب فالتدرب أوكي عبد الرحمن انت طورت لغتك أعرف تكنيكات هل خلاص يعني زيك أنك تقول عندي سيارة وهي تكنيكة حاجة توصلني أسرع من المشي وأنا عندي أساسيات المفاهمة في سيارة كيف تشتغل فهل خلاص أسوق السيارة على طول وروح المكتب أول يوم بدون ما أتدرب عليها؟ لا طبعاً فهيت حتخبص دخلت للاختبار على طول دائماً أسمع قصص صعبة إنه أوكي عبد الرحمن دخلت وماني عارف ما قدر التكنيكات ماني قادر أتطبقها فهين تحتاج أنك تتدرب وتحط نفسك في بيئة الاختبار فأفضل طريقة لتتدرب على الآيلز وخلال الاختبارات التجريبية في الاختبارات التجريبية تحاكي نمط الاختبار بالضبط وتتدرب عليه وإذا سويته زيك أنك في قاعة افتراضية فأنت بتتدرب على نمط الاختبار وعلى تنظيمك للوقت اللي حتعودك إنك كيف تعطي أداء جميل وقوي جداً ووقت الاختبار وكتب كي يبرج حرفين هو أفضل مصر تتدرب منه إنه الجهة اللي قاعدة تسويه هو نفس الجهة اللي قاعدة تكتب الاختبار الجهة التألف الاختبار فلما تختبره وقتها تقدر تشوف الأجربة في النهاية وتقول آه أوكي هذه صح هذا خطأ وبنانا عندي تقلت أعرف درجة التقريبية قبل ما تروح الاختبار نفسه يعني بمعنى آخر إذا أنا جبت في الاختبارات التجريبية ستة أنا أكيد أجيب في الاختبار ستة وإذا مرة فرقة معايا ممكن أجيب درجة نصف فوقه وزيادة ممكن تكونك مستحيل مثلا أنا جبت في الاختبار التجريبية خمسة وروح أجيب في الاختبار الحقيقي سبعة أو العكس ما حتصير لأنه نفس قياس ومعيار الاختبار نفسه بالضبط فالأعمدة الثلاثة بالنسبة لي هي كانت السر وتحديدا لما تتوازن لما الشخص يقولك يوازن بين العمود الأول والثاني والثالث بدل ما يركز فقط على التطوير أو فقط ندمن على التكنيكات وننسى الباقين بتشوف نتائج مهولة وضخمة جدا فشكرا جدا على مشاهدتك إذا عجبت بهذا فيديو ممكن تشوف فيديو كامل تكلمت فيه على خطة شهر رتبت فيها الأعمدة الثلاثة على خطة تقدر تمشي فيها وتبدأ فيها على طول فسبحانك الله وحمدك نشاهدنا لأنت سأخرج تبقى أيك مع السلامة